اشتركوا في القناة دفع علاقات التعاون بين تونس والبرازيل محور لقاءات رسمية لوزير العلاقات الخارجية البرازيلي ومجلس الأعمال المشترك يبحث دفع المبادلات التجارية الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في قطاع غزة بعد استشهاد أربعة فلسطينيين في مسيرات العودة من ضمامها هذا الأسبوع إلى سوق شرق وجنوب أفريقيا المشتركة كوميسا تتمتع تونس بامتيازات عديدة تسعى وزارة التجارة إلى الاستفادة القصوى منها ويكون ذلك عبر تركيز هيكل صلبها ينسق تعاملات تونس ضمن هذه السوق التي تضم عشرين بلد أفريقيا ذلك ما تم إعلانه الجمعة في قصر الحكومة بالقصوى تخفيض كلفة التصدير من خلال إلغاء المعالم الديوانية المطبقة حاليا على صديرات تونسية ببلدان منطقة الكوميسا هي من بين النتائج المرتقبة من انضمام تونس رسميا إلى السوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا التي تضم عشرين بلدا وفق ما أكده وزير التجارة عمرو الباهي نجمو نستفيد منهم لتطوير العلاقات متاعنا وللأستثمار كما قلت مستثمين نجمو يجيو لتونس يصدروا للبلدان كوميسا استثمارات نجمو نقوم بهم في البلدان هذه اللي فيها بلدان 500 مليون ساكن سوق قبيرة سوق وعدة نسبة نمو معدل عمله 5% في السنوات الفارضة كما عرض الوزير خلال الندوة الصحفية ملمح الخطة الحكومية من أجل الاستفادة من انضمام تونس إلى منطقة الكوميسا وتعزيز التواجد التونسي بالأسواق الإفريقية الواعدة وذلك عبر تخصيص إطار تنظيمي صلب وزارة التجارة للتنصيق على المستويين الداخلي والخارجية لمتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج الكوميسا حكومة تونسية ماشية في أكثر بناء علاقات صديقة علاقات اقتصادية قوية عندنا الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي يعني استوريك متاعنا فاعل نحن زادا نحب نوع العلاقات متاعنا ونحب نكون عندنا البعد إفريقي جديد في العلاقات الاقتصادية وفي العلاقات السياسية متاعنا مع القرار الإفريقية كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد من جهته أكد أن انظمام تونس لمنطقة الكوميسا سيساهم في تطور صادرات المنتجات التونسية وتعافي الميزان التجاري الذي شهد تحسنا خلال السوداس الأول من هذه السنة وكانت تونس قد انظمت رسميا إلى الكوميسا هذا الأسبوع في انتظار المصادقة على اتفاق الانظمام من قبل مجلس نواب الشعب في غضون ستة أشهر مثلت العلاقات التونسية البرازيلية وتعزيز التعاون بين البلدين أبرز محاول لقاء رئاسات ثلاث وزير العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية ألويزو نوناس الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال لقائه بوزير العلاقات الخارجية البرازيلي ألويزو نوناسا حرص تونس على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع البرازيل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المهمة المتاحة في البلدين وذلك تجسيما لحرص تونس على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية من جانبه أعرب الوزير البرازيلي خلال اللقاء عن تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية مؤكدا الأهمية التي تتوليها لمزيد تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تونس خاصة في المجالات التي توفروا فيها البلدان على خبرات مهمة تطرقنا إلى العلاقات الجيدة بين البلدين وأشياء مهمة للقيام بها مع بعضنا تهم المصلحة المتبادلة بين تونس والبرازيل وتحدثنا أيضا في دعم الديمقراطية هنا في تونس وفي البرازيل نحن بلدان لدينا تحديات متشابهة وتجارب تسير في الاتجاه نفسه في اتجاه الديمقراطية الصاعدة والمشاركة المتنامية للمجتمع المدني في شأن العام وما يطرحه ذلك من تحديات وإثر لقائه برئيس الحكومة يوسف الشهد أشد الوزير البرازيلي بنجاح المسار الديمقراطي في تونس وخطوات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة التونسية معربا عن ارتياحه لما لمسه من حرس رئيس الحكومة على سير قدما مع البرازيل نحو مزيد تنويع علاقة التعاون بين البلدين وإثرائها سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحتهما على حد سوى تبدلنا وجهات النظر في مجال التعاون الذي سيكون مفيدا لتونس والبرازيل لدينا علاقات تاريخية مع تونس منذ استقلالها ويجب علينا الآن إفعاء حركية للتعاون ودفعه وإيجاد مجالات أخرى على غرار التنمية الاجتماعية والاقتصاد والتبادل التجاري لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها معا أكثر مما قمنا به إلى حد الآن ووجدت لدى رئيس الحكومة الاستعداد التام لذلك محادثات وزير العلاقات الخارجية البرازيلي مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تناولت علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبرازيل والسعي المشترك والمتواصل لمزيد الارتقاء بها وتعزيزها على جميع الأصعد سيما على المستوى البرلماني من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية وقد عقد مجلس الأعمال التونسي البرازيلي المشترك اجتماع دورته الثامنة في مقر اتحاد الصناعات والتجارة الصناعات التقليدية بحضور رجال أعمال من البلدين ضعف المبادلات التجارية بين تونس والبرازيل وتقلص حجم الصادرات التونسية نحو هذا البلد خاصة في قطاع الفصفات نقاط طرحت خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك التونسي البرازيلي كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة العمل على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الهدف لهذا الاجتماع هو التنويع وإعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين التعاون في كافة المجالات ليس التجارية بس لأن التجارية حقا لا يوجد مشاكل والفصفات كنا نصدر الفصفات لأنه لا يوجد تصدير الفصفات حبوا أيضا الاستثمار وخاصة الاستثمار المشترك رابح مربح للاثنين خاصة في مجالات الصناعة الصيدلانية في صناعة الأدوية أيضا في مجال السيارات رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي اعتبر أن العلاقات بين البلدين متكاملة وأنه لابد من العمل على مزيد تطبيرها في كثير من المجالات التعاون مهم جدا بين البلدين لكن يجب العمل على تطويره خاصة في مجال الصناعات الغذائية والفصفات الذي يعتبر مهما جدا بالنسبة لنا في البرازيل واقع صعب لحجم المبادلات التجارية بين التونس والبرازيل تترجمه الأرقام حيث يبلغ حجم صديرة التونسية 200 مليون دينار في حين يبلغ حجم الواردات 800 مليون دينار عجز يعمل مجلس الأعمال التونسي البرازيلي المشترك على تقليصه من خلال السعي نحو تنوية المنتجات المتبادلة بين البلدين وتكثيف الزيارة بين رجال الأعمال وإعطاء نفس جديد للمجال التجاري من خلال تنظيم الفعالية والصالونات التجارية كما التقى وزير الشؤون الخارجية تونسي إخميز جهينوي نظيره البرازيلي ووقع اتفاقيتين مشتركتين في قطاع السياحة وتصدير الاتفاقيتان اللتان تم توقعهما بين وزير الشؤون الخارجية إخميز جهينوي ونظيره البرازيلي ألويزو نونس شملت مجالي السياحة والتصدير كما وقع التطرق لمسألة توسيع قاعدة الشاركة بين الاقتصاديين التونسيين والبرازيليين اللقاء تضمن أيضا بحث التعاون في مجالات التعليم والفلاحة اتفقنا أيضا على التسريع في الإجراءات لأعتماد مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات البرازيل كما تعلمون لها تجربة عريقة في هذا ونحن بسدد استكمال الخطوة الأخيرة لإنجاح المباحثات حول هذا الموضوع زيارة عمل مثلت وفق وزير العلاقات الخارجية البرازيلي مناسبة لدعم المبادلات التجارية بين البلدين والتي تراجعت خلال السنوات الأخيرة خاصة في مجال تصدير الفصفات إلى البرازيل كما سيعمل الطرفين على تدعيم حضورهما في مجلس الأمن الدولي في مجال العلاقات الاقتصادية تونس والبرازيل يبحثان اليوم إيجاد الحلول الكفيلة ليرجع نسق المبادلات التجارية بين البلدين كما كان في سنة 2013 وقد تراجعنا كثيرا في هذا المجال لكن سنعمل على تطويره والعودة للنفس المستويات ولم لا تدعيمه تونس وجدت لدى البرازيل كل الدعم في سعيها للحصول على موقع غير دائم في مجلس الأمن 2020 و2021 وتونس تدعم البرازيل في ترشحها لمجلس الأمن 2022-2023 وكان وزير الشؤون الخارجية أخميزي جينوي أدى خلال شهر أفريل الفارد زيارة إلى البرازيل ترأس ونظيره البرازيلي أشغال الدورة الثالثة للنجلة المشتركة التونسية البرازيلية في الشأن العربي جدد طيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مواقع الكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة في الأثناء دعم بوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أمس الجمعة إلى تجنب التصعيد أكثر بعد ارتفاع حدة التوتر في الفترة الأخيرة في قطاع غزة في سباق موجة من المزايدات السياسية والميدانية التي من شأنها إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكان أربعة فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب أكثر من مائتين آخرين بجروح وحالات اختناق في الجمعة السابعة عشرة على التوالي لمسيرة العودة في قطاع غزة عربيا أيضا أكد رئيس الوزراء الليبي فائز السراج أن بلاده ترفض خطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا وأنها لن ترضخ للإغراءات المالية وكانت إيطاليا قد اقترحت الشهر الماضي إنشاء مراكز استقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم في أفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ خمسة عشرة وألفين إلى أخبار الرياضة الآن وبعد الصفقة التاريخية التي انتقنا بموجبها نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جوفانتس الإيطالي ستكون الأيام القادمة فاصلة وحاسمة فيما يتعلق بصفقات أخرى لا تقل أهمية خاصة بعد المردود المتميز لعديد اللاعبين في موندالي روسيا مؤخرا لعلى كيليان بابي الدول الفرنسي ابن 19 ربيعا سيكون الأسرع في الانتقال إلى إحدى الأندية العريقة بالقارة العجوز خصوصا بعد رحيل الدون كريستيانو رونالدو عن القلعة البيضاء ريال مدريد نحو اليوفي صاحب جائزة أفضل لاعب صاعد في المونديال والنجم البياس جي بات محل اهتمام مسؤولي مدريد وكذلك ليفربول الإنجليزي وصيف بطل أوروبا بعد مساهمته في إحراز منتخب بلاده اللقب العالمي وإثر بلوغي مربع الكبار ومن ثم الدور النهائي للمونديال لأول مرة في تاريخه هو تاريخ بلاده كرواتيا وجد مهاجم إنتر ميلانو إيذان بيريزيتشا نفسه محل اهتمام مانشستر رونالدو الأنجليزي الذي قدم عرضا ب81 مليون دولار للنيراتزوري بحسب بعض التقارير الصحفية وكذلك وشأنه بالنسبة إلى معطيني ماتيو كوفازيتش لاعب ريال مدريد الذي بات محل اهتمام منه والآخر من أرسنال والمانستي تيبو كورتوى الحارس البلجيكي لتشيلسي الإنجليزي من المراجح أن ينتقله أيضا إلى الريال مقابل 46 مليون دولار في المقابل يسعى النادي اللندني للفوز بخدمات الدولي الأرجنطيني لليوفي جونزالو ويغوين مقابل 184 مليون دولار وعلى غرار كورتوى بات أليكساندر جولوفين متوسط ميدان منتخب روسيا محط أنظار أندية كبرى على غرار برشلونة وموناكو ويوفانتس وتشيلسي خصوصا بعد أدائه المتميز في المونديال الأخيرة وبلوغه الدورة ربعا نهائية الدولي البيتجيكي إدان عزار لا يزال بدوره محل اهتمام فريق ريال مدريد الذي قدم السعر الأعلى في سوق الانتقالات الصيفية بـ 220 مليون دولار مقابل الفوز بخدمات عزار صاحب 27 ربيعا في المقابل حسم نايمار ناجم سيلسا وأمره بالبقاء مع ناديه باريسان جرمال فرنسية واضعا حدا لما تردد مؤخرا بخصوص رحيله عن النادي الباريسية نهيط اللشرة وهذا التذكير بالعنوية إلغاء بعض المعاليم الديوانية عن صادرات تونسية في بولدان منطقة كوميسا وتونس تعرض خطتها للاستفادة من هذه السوق الوعيدة دفع علاقات التعاون بين تونس والبرازيل محور رقاءات رسمية لوزير العلاقات الخارجية البرازيلية ومجلس الأعمال المشترك يبحث دفع المبادلات التجارية الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في قطاع غزة بعد استشهاد أربعة فلسطينيين في مسارات العودة وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكراً لحسن المتابعة والاهتمام في أمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة